الله أكبر على اليوم صرخة ألم واستغاثة أطلقتها أحد الساكنات بمنطقة حي القاهرة في بغداد ضمن رقعة جغرافية كانت قد أهديت لهم بسندات تمليك من قبل الحكومات السابقة حيث يقطن هذه الأرض أكثر من مئتي عائلة ومنذ ثلاث سنوات يتلقون العديد من الإنذارات لإخلاء هذه المنطقة لعدم اعتراف القضاء العراقي بإحقية هذه العائلات بالسكن والتمليك كل الانتخابات نحن نصيرها زقهم على زردهم نحن على ما نحن؟ الطونة ما تطونة طلعون نولي من العراق حسنا بزعنا جزعة رواحتنا لا من عيشها بي أحد لا من أطبالنا دراستها بي أحد حسنا ما عدنا فاتخدمة بي أحد انجبرنا يا حكومة ما مفرت لي ما مطيت لي ولا روع ما قدر علي جاري جارة 400-500 أطيل الأطفال عدل تدرس لو أطيل عيشتي يعيش بيها قرار ما تمليك عدنا كتب موجودة وبكت نور المالكي وهذا الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهذا أمين بغداد وكتاب العقارات الدولة هذا كتب مزورة أنا ما تحسب عليها المواطن وإذا دعايات انتخابية وأخذوها فإحنا مواطنيين ضحية إحنا وين حقنا بالدستور هس إحنا أكثر من 250 عائلة هنا مصيرنا وين من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى تقف النساء والبعض من سكان المنطقة لطلب عدم حرمانهم من السكن هناك لعدم وجود أماكن بديل تأويهم بعد أن فقدوا الأمل بإيجاد فرص عمل يعيلون بها أنفسهم لدفع مبالغ الإيجار ومطالب المعيشة مناشدين الحكومة بالتدخل لتخليصهم مما يتعرضون له من تعنيف اجتماعي حسب وصفهم ما نشاهده من تجاوز سكاني على بعض الأراضي ما هو إلا نتاج المتغيرات الاقتصادية التي أثرت على دخل الفرد نتيجة انعدام فرص العمل لآلاف العراقيين ليصبح الحصول على لقمة العيش اليومية من أهم ما تفكر أن توفره هذه العائلات لأولادها هو صديق العوز المادي ولا بديل لها غير أن تسكن بشكل عشوائي لحماية نفسها من التشرد على أعتاب الطرقات ندى المرسومة من بغداد التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا